أول ما نسألك معي، شكراً أنك أتيت الصباح وغنيتي لأنه مبارح كان فيه عند حفلة مبارح كان عند حفلة بالعكس بالشرف لي بشرفني يعني أنا دائماً إحنا كنا دائماً بتواصل من 2000 و... ممكن 2012 يعني من زمان من زمان من زمان بالعكس يعني بتشرف فيكم كيف كانت حفلتك مبارح كنت بالمدرج الروماني صح؟ نعم، كانت بقدر أقول كانت من أجمل حفلات حياتي يعيني نعم لماذا؟ يعني الناس اللي مؤسسة الشومان التنظيم الاهتمام في الفن والثقافة ونوعية الناس اللي أجت لا، كان رهيب عن جد بقدر أقول من أجمل عروض حياتي يا حيني إن شاء الله يعاد حيني، يعطيك العافية رولا بدنا نقول فعلاً سعادتنا كبيرة بحضورك لأنه فعلاً من بدايات برنامج حلوة يا دنيا من سنواته الأولى وإحنا كنا نحب أنك تكون موجودة في حلوة يا دنيا ولكن ظروفك وغيره هي أجدت الفرصة وجاء الوقت بالوقت المناسب بالوقت المناسب وأخيراً للي ما بيعرفك إحنا بنقول أنه أنت بدأت فعلاً من بلدك أنت بنت الناصرة ووالدك مغني وموسيقى بدنا نميلاد عذر بوجيه ميلاد عذر ميلاد عذر ميلاد عذر ومن هناك كانت البداية من هناك كان التدريب وعشان هيك أنت اخترت دراسة الموسيقى أنا بحب أسمع منك لما الإنسان بيربب في بيتي موسيقى وبيحب الموسيقى ولما الإنسان بيكون ربيان على قضية معينة وبحاول يخدم هذه القضية بالشو موجود عنده أنا الموجود عندي صوتي فهو يعني عشقي يعني شغل فيه هو الموسيقى فإن شاء الله بكوني على قد المسئولية اللي أنا حاملتها وبكمل ما شاء الله عليك رولا طيب نحكي عن تفصيلة معينة اللي هو دراستك في القدس أنت درستي الموسيقى في القدس كيف كانت الدراسة؟ شو تعلمتي؟ وجودك أصلاً لدراسة الموسيقى والمعاناة التي تعاني منها القدس ومدينة القدس بالتحديد كيف شكل عندك هذه الشخصية الفنية الموسيقية؟ أنا دائماً بقول أنا رحت أتعلم بالأكاديمية بالقدس بس مش الأكاديمية اللي علمتني القدس علمتني يا عامل والله هاي عفكرة عن جد استحتة فكرت بهاي الجملة لأنه عن جد هي القدس اللي علمتني أنا بقول إنه الناصري والقدس هني أبوي يعني لما بقول الناصري يعني قصد أبوي والبيت عنا بشكل عام والقدس هن اللي خلوني أنا اليوم بهاي الشخصية ونشكر الله يعني إنه أنا رحت على القدس أنا القدس هو مكاني المفضل بالعالم وعشت بالقدس شي تسع سنين وعلمت في مدارس القدس وعشت المعاناة وعشت غير المعاناة يعني يعني في كمان إشياء حلوة بالقدس مش بس معاناة في القدس فبس هاد اللي بقول إنه أنا القدس اللي علمتني مش اللي مش الجامعة اللي بتابع رولا على مواقع التواصل الاجتماعي بشوف قديش هي يعني أعتذر سلف لا لا عادي هي صبية متمردة على الواقع يعني لا تقبل الهدوء نا لا بس لأيش ننمق الكلام؟ ما أنت عم بتجاكري هم جكر يعني اليوم اللي بتفرج يعني بتجاكري البوليس الإسرائيلي بتجاكري الجيش الاحتلال الإسرائيلي وبتتقصدي رفع العلم بوجهن هناك بيعتبروه مخالفة وفي عليها توقيف وفي عليها تحقيق وأنت يعني شو سر قوتك؟ أبوي أجد والله خلص هيك لما بكون في عندك ظاهرة مع أنه أبوي حالياً صار يخاف مني يعني منتصر الفاتي بقول خلص هدي شوي بس وبشكل عام الجكر بدم كل فلسطيني يعني مش بس أنا كل فلسطيني موجود عنا عنده روح القوم يعني الروح الوطنية الوطنية نعم الجكر هو صفاتني يعني واحد من صفاتنا فإنه أنا قد ما بقدر هقهرهن بقدر حتى إن شاء الله بروح على المطار ولابسي بلوزي عليها فلسطينيان إيرلاين أو مثلا باحمل جزان عليه تطريز اللي هن عم بحاولوا يسرقوه لأ إنه خلص هني بنقهروا من هاي الأشياء حتى البسيطة أنا بعملها وبتمنى إنه كل يعملها صراحة بس ورجيني التاتو ما أنت روحتي عملتي كمان تاتو علم فلسطين هون لما وضلني هيك بالمطار طب سريك حكي معين طب كيف تكون ردات فاعلهم؟ عمرك تترطي مثلا لمدائفة أقف على فكرة فيه مشهب تايفي رح نسمع منك الجواب بس فيه الآن مشهد إليك انتشر على السوشال ميديا لما رفعت العلم الفلسطيني وطبعا هو الآن ممنوع بالقانون بأن يتم رفع العلم الفلسطيني بأحلامهم طبعا بأحلامهم دعونا نتابع هذا المشهد ونرى كيف كان التفاعل رولا وأيضا توظيفك لمواقع التواصل الاجتماعي من أجل خدمة القضية نتابع هذا المشهد من بعد إذنكم يا سأتر هذه الحركة الأخيرة يعني كله كوم وهاي الأخيرة هادي عند ساحة العين على الدوار صح كان فيه على فكرة وقت أحداث الشيخ جرح كان فيه عاملين زي ندوي مظاهرة نشرح للناس شو عم بصير ونواع الناس فإنه أنا حاملة العلم مبسوطة بمرة فعلى فكرة أجي يأخذوني من البيت لتحقيق قال لأنه بالقانون بس أنه كنت أثكى منهن صراحة ونزلت هذا الفيديو وأنا طايرة عالمانيا بالطيارة فأجي يأخذوني وما لقوني إشي بس بعدين راحت على تحقيق بعدين قالوا لي إن سينا ليجي ابناكي وإنه لأ حياتك اسألني أنا بموت باللي بالتحقيقات يعني بس آه ولا إشي المهم مش جكر بواحد من صفاتنا بلاشي كتر نخبص رولا بنفع أقول إنه أنت الصبية اللي جوزت حالة من حالة إش أصدك يعني آه استفهمت عليك المشاهد اللي شفناها يعني والله جوزت حالة من حالة يعني أنا فوتة العروس عملتها مع طبعا فرقة فرح وجهلين تحية زيانة العريس كانت علي أنا وأبوي أيوا أيوا قولي طلع أيوا كل إشي كل إشي خلاص يعني كنت عزمت المعزيم كل إشي كل إشي أنت مسؤولة عن البيافة أنا لحالة مكيجة وعملت شعر ورحت أنا كسيق السيارة ببدلي فسطان وعملي شعر مكيجة فيتع القاة حتى لما خلصت أنت اللي سؤتي ورجعت آآ أنا سؤتي ورجعت آآ أنا يعني عروس مش معاقه عادي بنفع أسوء وبنفع أروح بنفع هاي يعني يعني أدري يعني أدري أدري أني أسوء طب وإحنا عم نتابع هون برضو اللقطات لعرسك أنا اللي عجبني أنه صحيح فوقاد يقول أنك أنتي اللي عملت عرسك لحالك وكذا وما ببنجبك أول حين كمان بس أنا كثير عجبني هاي المشاهد اللي أنتي نقلتها من عادات وتقاليد إحنا ما زلنا متشبثين فيها يس هون إحنا نشوف والدك سوري ما يسعى المقاطعة بس للي ما بعرف والدك دخلك كورسي المتحركة أنا هيك على فكرة ما كنت شعارفة أنا هيك طلعت على الدرجات وليس كنت شعارفة أيوة فرحان فيك طبعا هذا يعني أحلى هاي كمان عملت ردة فعل برضو كتير إيجابي طبعا طبعا طلعت كل القنوات حطين هذا المشهد ما أحلى الله يخليك لو أقولك أنه أنا استغلت عرس كمان لشغلي واحدة أنا كتير بحب أعداتنا وتقاليدنا الحلوة طبعا فالعرس يعني شرحت عن الحنة شرحت عن زيانة العريس شرحت عن طلعة العروس فحلو يعني حلو الواحد يعني يظل محافظ على هاي الأمور لأنه هي بالنهاية هويتنا فحلو هيكا يعني شرحتها استخدمته كونتنت يعني لصفحة طب زوجك اللي نصه أجنبي كيف استوعى بالموضوع وهضمه؟ لا جوزي ولا خصه بالسوشال ميديا بقول لي أنا شو خصتني أطلع موجه له تحية أندري لا جوزي بعيدة كل البعد عن السوشال ميديا وبيحبش بالمرة أحط له ولا صورة ولا إشي بس خلاص بس أطلع الأمر الواقع فش أطلع بس أطلع بس أطلع رولا قصة قبل أن أسمع أغنية لابد أن أسمع أغنية لأنني لم أقل معنا وقت كثير بسرعة قصة النصيب كيف تعرفتي على زوجك قبل فترة قبل سنين ورجعته لبعض فكيف سبحان الله نصيب بهاي المناسبة أحكي أنه أنا في عندي أغنية اسمها مرسي بوكو طبعا هي كان لازم تنزل مبارح بس لكن احتراما إلى أرواح شهدائنا في جنين في مخيم جنين أنا أجلت العمل هو أغنية مرسي بوكو أغنية بتحكي عن كيف أنا وأندري رجعنا لبعض إحنا كنا مع بعض تركنا تسع سنين ورجعنا فإن شاء الله الأسبوع القادم يعني بطلقها إذا ظلت الأوضاع تمام وبس هذا هو يعني قصتنا شوي هندية يعني فآه عملنا منها أغنية الله يخليكم لبعض اللي بحب يعرف قصة الأغنية بالضبط يسمع تابعوني يخسيبكو طب نسمع منك كمان بدنا نسمع أنا كنت حابب هو مظبوط طل دقائق بس ميس أنت عرفتي أنها عدلت على أغنية وقالت للناس أهلا وسهلا بلسطينا آآ لي في بلسطينا 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 ممتازاته لمسهلا بلسطينا 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 نعم شكرا ما نريد أن نفعله نغني بعدين نودع رولا يلي يفعل جدا أنت كان عندك طلاب يعني أنا أنت نفسك أنا أيريت بعد جهد جاهد اوصلنا رولا وأجد بعضة سنوات أعتقد بمكان حتى نفس المقال على راحة الأرواح عزب الجمال قلبي عذاب الجمال قلبي يوم النواع الرحيل قلت له جمالي خدني قال أنا دربي طويل عذاب الجمال قلبي يوم النواع الرحيل يا خي لا تغبح خروفك يا خي ما احناش جوعناك يا خي لا تفرش حصيرك يا خي ما احناش بيتات ولا بفرش ولا بفرش جاع الله حدا ينام عذاب الجمال قلبي يوم النواع الرحيل ما اجمل ما شاء الله ما اجمل يعني ولا اجمل ولا اجمل طيب نعرض مقطع اللي عملته رولا بتوقع انه يا ولا احنا انا واحد موجود طبعا موجود والله سمعينا سمعينا يلا عفكرا هاد محولي يا عا تكتوكشي خامس ست مرات حبيبي موجود 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 لازم أقول كيف مرة قبلتها بالأوتس لازم أخبرناها ما هي شغلة يعني كلما نلتقي فعلا أنا أضحك عليها الأوتس كانت ليل ويعني الشوارع الضيقة في البلد القديمة داخل السور تنغل نغل في العباد رايحين وجايين واللي بوقف لحظة بتكرفت يعني يا بوخدو اللي طالع يا اللي نازل بوخدو فجأة سمعت صوت هذا الصوت رجعني بدون ما أنتبه للوجه دخلت لمحل ببيع شالات ورولا هيك يعني بنا نقول بوتيت فرنسيين بقولوا بوتيت ضاعة بين الشالات صرت أبحث أنا فيه صوت أنا سمعته هي هيك تمام أشيل الشالات قلت لها عفوا أنسي أنت رولا لفت علي قلت لي أنت لحقني هون كنا عم نحكي عشان أجع مش معقول يعني وكنا فعلا عم نحكي على السوشال ميديا أنه متى ممكن تيجي لعمان على كل حال كنت في خضم الدراسة في القدس في ذاك الوقت أهلا وسهلا أهلا وسهلا أريد أن أقول بس آخر شيء أنه فلسطين أجمل من الاحتلال أدما من نقدر نحكي بالحلو على فلسطين ورغم الاحتلال ورغم التضييقات اللي عم بتصير علينا إحنا شعب بحب الحياة وكمان مرة فلسطين أجمل من الاحتلال شعب يستحق الحياة ويستحق الأفضل شكرا لنقول الصورة الحلوة وشكرا رولا أنك أنت عم بتصلت الضوء على الجانب المشرق لحتى تبث الأمل لكل الناس بأنه فعلا هذا الشعب يستحق الأفضل وهو يحب الحياة ويستحق أن يعيش بأجمل صورة وبأجمل طريقة نحن نتمنى لك كل التوفيق شكرا نستناك إن شاء الله قريباً شكراً على الاستضافة وقريباً بدأ أرجع كمان مرة إن شاء الله ويكون لك كمان حفلات بالأردن طبعاً أتمنى كثير يعني أنا جمهور الأردن يعني على عيني وعلى راسي ويعني غمروني كثير مشي شوية جمهورك عريض بالأردن شكراً لك هذا الكلام من طيب أصلك وإحنا كثير بنقدر أنه يوم أمس كان عندك حفلة كمان لساعة متأخرة المساء وبرضو يعني جيتي على حالك لتكوني صوح بكير في حلوية دنيا هذا ما منسى شكراً لك شكراً لك